طيب، سيد محمد، سألتك قبل الفصل على فكرة وكلاء اللعبين ليه دايما الناس تنتقد وكلاء اللعبين؟ ليه دايما الناس تقول أنه سبب مشاكل الكرة المصرية في وكلاء اللعبين وكأن وكلاء اللعبين دول هم الحاجة السيئة، عفواً يعني الوحيدة في الكرة، أو هم أصلاً حاجة سيئة بوص حدك، أحكي لك على موقف فضل لما بطلت كرة، لما كنت شايف نفسي أن أنا أبقى مدربة فقررت أن أنا أبقى إداري في النادي، في النادي الإسماعيلي كان الكامت الأمير ورئيس قطاع النشئين وروح تقدمت ورأيي أن أنا أخش إداري في قطاع النشئين يعني بعدين أنا في التوقيت ده كنت بقيت حكم يعني اكتست اختبارات للحكام، وبقيت حكم فعلاً يعني في الدرجة اللي هي قد نا يعني ما تساعدتش يعني فالمهم أخدت قرار أن أنا أبقى وكيل لعبين وماهتمتش أن أنا أسأل عملت إيه في النادي والكلام ده كله وكان في الفترة دي حضرتك ما حدش بيفكر في الموضوع كانوا موضوع كانوا الناس قليلين جداً كابتن جلال وكابتن منير كابتن عبد المنعم الصاوي يعني بعض الناس كده كان اسم كابتن شبير برضو بيتقل على فترات لكن ما اشتغلش بشكل رسمي فكانوا اللي بيشتغلوا في السوق ثلاثة أو أربعة أو خمس عناصر يعني فدخلنا بعد كده لما شافوا إن الحياة غيرت بدأ كل الناس عايزة تشتغل إيه؟ وكلاء العبين وكلاء العبين يعني اللعيب بيبطل عاوز اشتغل الوكلاء أو يبقى مع أحد الوكلاء صح يعني إما يبقى أحد الوكلاء يعني إما مع أحد الوكلاء فهو اللعيب بيكسب لمدة عشر سنين صح هي الفترة العمرية اللي هو بيلعب فيها طبعا فهو شافي إن الوكيل قاعد مع اللعيب حتى لما تعاقب السنوات هو برضو شغال صح طبعا كده آه طبعا بييجي فترة يقعد كريم يخش شيحة يطلع تامر يخش نبيل وهكذا لها سنة الحياة صح ده يشتغل شوية ده يشتغل أكتر فالموضوع فيه مكاسب مم مكاسب ظاهرة مم طبعا كده فده إدى إمبريشن عند بعض الناس انطباة آه إدى انطباة عند بعض الناس إن ليه هو مش أنا صح فبدأ يبقى فيه جزء من الحقد على فكرة فيه ناس حقضى عليك إن انت موجود في الحتة دي وفيه ناس حقضى على اللعيب إنه بيلعب في النادي ده وفيه ناس فبقى عاوز يكون زيك أو يكسر فيك فلما بيعرفش يبقى زيك بقى بيكسر فيك لما جات أحداث يناير 2011 وحصلت حالة الهياج في مصر الجمهور بقى مؤثر على صناعة القرار والآيا دي بقت مرتعشة فأصبح الجمهور كمان عاوز يبقى وكلة النهاردة الموضوع ده موجود في المحلة وإسماعليا وبرسعيد والزمالك تكلم أي حد ما يقول لك أنا أخلص لك وبيخلصوا على فكرة مش بهذر أنا أتكلم موقع يعني يعني لك إذا أنت تخيل فيه واحد عندنا من جمهور النادي الإسماعيلي بيشتغل على الفيسبوك اسمه شايبوب قاعد بيشتغل بر مصر تقريبا فاضي فبيعمل على اليتو قاعد يقول لك الكومي الإفواريا كومي وهو جايبه بعمولة وطلع الإفواري كفتة زيه أنت معايا فأنا عايز أقول لك أنا بدي مثلا بإسماعيليا ليه عشان يعني الجمهور ده لأ واحد مثلا إيه قاعد أنت جيبت العيب ما جيبتش العيب ده شي حالي جابه أنا ما جيبتش أنا نبطل يعني واحد دخل فمسلا كان معايا واحد صاحبي فأقول لك إيه ده شي حالي زقه يا حبيبي أنا لو عايز أجيب من أجيب وانا هي سبة ما أنا هطلع أشتغل وأقول فحضرتك الناس بقى الدخلاء دولت مع العناصر الحاقدة مع الفلوس الكتير اللي بتدور في هذه المهنة جمعت عند الناس فيدباك مش كويس وبعدين حقاك أنت مش هتقدر ترضي كل الناس أنت حقاك عاوز ابنك يبقى الخطيب أو على أبو جريشا هو مش إمكانياته كده فأنت مقدرتش تنقله نادي النهار ده مثلا كنا نتكلم أنا هشام ياكن وعبد الجليل قبل ما يدخل على أن اللي بيشتغلوا في الدولة العام ما هم تأمانتاشر فريق فيه تلاتة أو أربعة منهم بيجيبوا مدربين أجانب يبقى أربعتاشر مدرب هيشتغلوا ألفين واحد عايزين يشتغلوا في الأربعتاشر فأنت هترضي أربعتاشر تمامية وعشرين ستة وتلاتين خمسين فالباقي عمالي قطع فيك ويقولك اللوكلاء هما اللي بيتحكموا في المدربين بالضبط كده ييجي مثلا لعيب قدراته قلت عاوز يروح الأهلي أنت مش قادر تودين الأهلي فيمشي وييجي المدرب اللي كان بينتقض وكلاء اللعبين عشر هما ما بيشتغلش أول ما يشتغل ما يقولش بقى شكرا موكي بقى قولك الراجل طلع شتم وبعدين يكلمني في البداية الجزء بقى الأهم بقى أن اللعيبة ما بتديش حوق يعني هو ينضي معاك فاهم أنا بره المهنة خلاص فاهم أبض المؤدم الخمسة عشرين في المية يدي الجزء بعد كده ما تشوفش تاني بقى خلاص بيطلق وامه راحت المستشفى وعليه صوت والعربية عملت حادثة وكل ما بتخدش منه حاجة فبتحصل لك مشاكل مشاكل تترى كومية مش محمد صح محمد و تامر و نبيل و أحمد كل الناس اللي شكلت طيب